أمراض الجهاز التنفسي واختلالاته هيا يا سالم، سوف نتأخر عن المدرسة لن يذهب سالم إلى المدرسة اليوم يا فاطمة ها؟ لماذا؟ لأنه مصاب بالرشح وبحاجة للراحة بالإضافة إلى أنه يريد أن يجنب زملائه العدوى وهل الرشح مرض معدن يا أمي؟ بالطبع يا فاطمة الرشح أحد الأمراض المعدية التي يمكن أن تصيب الجهاز التنفسي وما مسببات هذه الأمراض؟ قد تكون الأمراض التنفسية المعدية ناتجة عن بكتيريا مثل السل والذي يعرف بالدرن الرئوي أو ناتجة عن فيروسات مثل الرشح ومرض الإنفلونزا وما هي أعراض الرشح؟ تظهر على المريض أعراض منها كثرة العطاس احتقان البلعوم السعال وقد تتضرر الأهداب المبطنة للقصبة الهوائية والقصيبات والصداع وارتفاع درجة الحرارة وكيف يصاب الإنسان بالإنفلونزا؟ كل إنسان في العالم معرض للإصابة بمرض الأنفلونزا لأنه عدوى فيروسية وهي تزداد في فصل الشتاء فعند سعال المريض ينتشر الرذاذ من أنفه وفمه وينتقل الفيروس للآخرين وما الأعراض التي تصاحب مرض الإنفلونزا يا أمي؟ من أعراض الإنفلونزا الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة السعال الجاف آلام العضلات التهاب الحلق سيلان الأنف وكيف تكون الوقاية من هذا المرض يا أمي؟ هناك طرق للوقاية من هذا المرض منها التطعيم باللقاحات للأطفال تغطية الأنف والفم بالمناديل عند السعال غسل اليدين بانتظام وكم المدة اللازمة للتعافي من هذا المرض؟ يتعافى المصابون في مدة لا تتجاوز الأسبوع مع الرعاية الطبية العادية إلا أنها تمثل خطورة على حياة الرضع والمسنين وهل هناك أمراض أخرى تصيب الجهاز التنفسي يا أمي؟ نعم، هناك أمراض أخرى تصيب الجهاز التنفسي بعضها من مضاعفات الأمراض المعدية منها الربو، التهاب القصيبات، سرطان الرئة ماذا عن الربو يا أمي؟ الربو يسببه استنشاق المواد المثيرة للتحسس مثل روائح السجائر، عوادم السيارات والمصانع بعض أنواع حبوب اللقاح تناول بعض الأطعمة التي يتحسس منها ذلك المريض ضغوط نفسية وما هي أعراض الربو؟ ضيق التنفس والإحساس بالاختناق كثرة السعال وعندما يصاب الشخص بالربو فإن القصيبات تنقبض بسرعة ويعالج مريض الربو بأدوية تعمل على ارتخاء القصيبات وماذا عن مرض التهاب القصيبات يا أمي؟ التهاب القصيبات من مضاعفات الأمراض المعدية ويؤدي إلى احتقان القصيبات وتهيجها وزيادة في كمية المخاط وكم المدة التي يستغرقها المريض للتعافي من التهاب القصيبات؟ عدة أسابيع وإن تأخر الشفاء يسمى المرض التهاب القصيبات المزمن قرأت معلومة تقول إن التدخين هو المسبب الرئيس لسرطان الرئة يا أمي فهل هذا صحيح؟ بالطبع يا فاطمة فإن من أسوأ العادات التي يمارسها الإنسان وتضر بصحته عادة تدخين التبغ وهي بالفعل السبب الرئيس للإصابة بمرض سرطان الرئة حيث إن نسبة المدخنين من بين المصابين بهذا المرض تبلغ 85% وما السبب في ذلك يا أمي؟ يعود السبب إلى أن المدخن يتنفس مادة القطران ومواد أخرى وجميعها من المواد المصرطنة والتي قد تسبب أمراضاً سرطانية أخرى مثل سرطان الفم سرطان البلعوم سرطان البنكرياس سرطان الكلية سرطان المثانة وكيف يمكننا الوقاية من هذه الأمراض التنفسية؟ ينبغي علينا تجنب مخالطة المصابين وعدم استعمال أدواتهم وكذلك تجنب الأماكن المزدحمة خاصة سيئة التهوية والامتناع بتاتاً عن التدخين أو مخالطة المدخنين إذن من اليوم سأتبع تعليمات الوقاية من الأمراض التنفسية ها؟ إنه صوت حافلة المدرسة أستودع كلها يا أمي صحبتك السلامة يا ابنتي يمكننا تلخيص ما تعلمناه اليوم فيما يلي تشمل الأمراض المعدية التي يمكن أن تصيب الجهاز التنفسي أمراضاً تنفسية ناتجة عن بكتيريا مثل السل وأخرى ناتجة عن فيروسات منها الرشح والإنفلوانزا أمراضاً أخرى مثل الربو والتهاب القصيبات وصرطان الرئاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر